تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية في يناير 2022 حول عودة السياحة العالمية وأشرى التقرير لأن السياحة العالمية شهدت انتعاشا بنسبة 4% في عام 2021 ليصل عدد السائحين الدوليين إلى 415 مليون سائح مقابل 400 مليون سائح خلال عام 2020 كما أوضحت المنظمة أن وطيرة التعافي لا تزال بطيئة ومتفوتة من منطقة لأخرى حول العالم بسبب اختلاف درجات القيود على التنقل ومعدلات التطعيم وثقة المسافرين